دعا الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو البرلمان الأوروبي إلى رد فعليا على قمع وانتهاك حقوق الأوكرانيين من قبل روسيا جاء ذلك خلال اتصال هاتفيا جمع بين بورشينكو والرئيس الجديد للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني عبر الرئيس بورشينكو عن أمله في أن تواصل الهيئة الأوروبية دعم أوكرانيا لاستعادة وحدتها وسلامة أراضيها وناقش الجانبان أيضا آفاق إلغاء التأشيرة المفروضة على المواطنين الأوكرانيين واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الرئيس الأوكراني دعا البرلمان الأوروبي إلى دعم اقتراح المفوضية الأوروبية حول تقديم أفضليات تجارية مستقلة للصادرات الأوكرانية ومواصلة الضغط على روسيا